أهلاً بكم من جديد أنا حخلي وليد يفتح معنا موضوع ومهم نتكلم عليه جداً لأنه بدأ ينتشر عندنا بشكل غريب جداً ومفيش حد عنده جرأت ياخد خطوة معرفش ليه موضوع المراهنات يا وليد يعني الدور المصري بقى رسمي ومسجل في مواقع المراهنات في العالم كله دلوقتي بشكل واضح يعني في الوقت اللي في الدورة الإنجليزي مثلاً هذا الكلام مرفوض لدرجة أنه الاتحاد الإنجليزي بيعاقب أي لعب يشارك في هذه المراهنة قولي يا وليد الكوسة طبعاً احنا مبرح يعني عرضنا هنا في بوكس تو بوكس طبعاً البوست الشهير اللي عامل أحمد محسن لقابل إسماعيلي واللي بعد جدا تراجع عنه لكن طبعاً كان فيه ترويج لأحد الشركات اللي فيها مراهنات على مطشط الدورة الإنجليزي ورجع تراجع عنه لكن مش دي بقى القصة القصة أنه ده هيفتح لنا مجال جديد أنا عارف أنه قد يكون ده بيحصل بدون علم الاتحاد الكورة والربطة والناس اللي مسؤولوا عن الكورة القدم في مصر لكن احنا بنقول لهم بقى خدوا بالكم لأنه في الآخر الموضوع ليه علاقة باسم البطولة واسم الدورة المصري واسم الكينات اللي بتشرف على كورة القدم في مصر الدورة المصري رسمياً دلوقتي لأي حد دخل أي موقع مراهنات كبير معروف في العالم هيلاقي قسم بتاع الدورة المصري موجود ويقدر يراهن عليه بأي مبالغ وبيكسب أو يخسر على حسب وأنا جبت شوية سكرينات للمواقع دي عشان الناس تتأكد وحنا يا جماعة شغالين كده طلعه لنا لو صباح طلعنا في ويندو جنبنا كده دي المواقع معروفة عالمياً بتقدر تدخل طبعاً هو الموضوع ما فيهوش إعلان للمواقع لأن المواقع دي معروفة يعني كتيرة جداً معروفة في العالم فهي الموضوع ما فيهوش إعلان لكن أنا بس عايز أثبت أنه ده موجود طيب المفترض أن البطولات الكبيرة في العالم لما بتدخل على هذه المواقع بتدخل بشكل رسمي عن طريق التواصل لأن ما ينفعش حد يستغل اسم البطولة ويشتغل عليها بشكل مرهنات إلا لو كانت البطولة نفسها بتتربح أو فيه بينه وبينهم ديل فأنا متأكد أن الديل ده مش موجود أكيد يعني ما فيهش حد هيورط الدوري المصري في حاجة بالشكل ده بس إحنا بننبه بنقول يا جماعة تبدأوا بقى تتواصلوا مع المسؤولين عن المواقع دي أو الشركات دي أو واتفر مين المسؤول إن إحنا نشيل اسم خط الدوري المصري من هذه المواقع لأن ده بيسوى سمعة البطولة والمسؤولين عنها في مصر والموضوع أكبر من إنه رهان على كورة قدم لأن إحنا هنتكلم دلوقتي بعد طبعا ما حداك تاخد رأي الأستاذ أحمد أستاذ باليغ عن أبعاد تانية لقصة مواقع المرهنات دي لأن الموضوع بيدخل الأبعاد أخطر أبعاد بعض الشركات ده لا أستاني عندنا وقعة حاصرت عندنا في القسم التالت يعني للأبعاد اللي وليدي أصدها إنه الشركات دي لما الرهان بيبقى على حاجة فإزاي يغري العيبة بيبقى على عاجل برضو هو عايز يلغل دي رهان مرضو صحيح دي طالب رهانات ولا رهانات الحل الحل هي دكتور وليد من إيه اللي جرأت الحل إنه نحن نخليها بقرة يعني دي مش رهانات دي رهانات يعني كنت أعلم رهانات هو عايز أي فالفة ممنوع دولين يا دكتور وليد أي مهرم روح للفيفة ممنوع دولين يا دكتور وليد بس هن رهاننا معروف آخر وأول وإيه لكن رهاناتهم خلينا نقول خطورة الموضوع ده إيه لأنه هم الشركات دي شركات كبيرة وبيقال لهم مناديب في الدول يعني مقبل لي مناديب هنا وفي وقعة ضبطت في القسم الثالث معركش في الصعيد ولا فين وكان عندنا تفاصيلها وقلناها على الهواء مش فاكر يعني إنه في حد ومكلمة كانت مسجلة لو تتذكروا وزعناها عندنا في البرنامج بيقول حرس المرمى عايز ثلاثين ألف لأ ده عايز خمسين ألف لأ طب تعالى قابلني في المكان الفلاني بس تضمن إيه والفعلا الحارس تهاون والماتش خلص فرق أربعة وحاجة كده كانت عجيبة وغريبة جدا وترتب عليها تقريبا شاط بالحارس أو شاط بالعيب وده رحة النيابة وفيلم كده كبير حصل هي ده خطورة المرهانات إنه هيبقى فيه إغراء ما عندها ضخمة عندنا بقت لما سيقولك ادي للعيب ده مليون جنيه أو يسيبك جول أو 2 مليون جنيه لأن الرهان ممكن ناس تراهن مثلا على ماتش الأهلي ومبي سي مثلا وإنك بتدفع خمسين دولار أو تلاتين دولار أو عشر دولار فدخل خمس تلاف واحد في كذا فدي مشكلة كبيرة جدا إحنا هنواجه موضوع كمان الغريب تفاصيل تانية عشان برضا هنتكلم فيه الغريب الغريب إن إحنا مرة اكتشفنا إنه من ضمن الرعاية اللي موجودين على صور الاتحاد الكورة شركة مراهنات فاكر لما اتراحنا الموضوع كان زحية دي مننا زغلول وكان الموقع على موقع اتحاد الكورة محطوظ على موقع 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 زغلول أنا بقوله طبعا لازم ياخد حق الزميل زغلول صيام آه فجر الموضوع وأنا تناولته في البرنامج في نفس اليوم أول ما فجره زغلول وجبته معي الهوى صح في مداخلة الحقيقة وحتى زغلول قاعد يقول طب خش على الموقع ودخلت معنا على الهوى على الموقع لو تفتكر الحلقة هذه ودخلنا وعملنا وشوفنا واسماء ناس اللي كذبان خمسين الف ولي كذبان عشرين الف بقيت مش مصدق واتحاد الكورة خد قرار تاني يوم أو تلات يوم في الجهة الإدارية تخيل تصربوا درجة وصلوا واتحاد الكورة متخيل إنو حضت إعلان لشركة بتاعت بيسمو بتاعت التكنولوجيا بتاعت بيسموها شركة صوفتوير حاجة كده يعني تعرف كمان خطورة الموضوع أكتر بقى عشان تعرف إنو لو دخل مش هنعرف نتحكم فيه الموضوع بيوصل لإنك ممكن تراهن على لعب ياخد كارت أصفر وتدفع مبالغ كمان تخيل إنو هتمسكها إزاي دي بقى يعني أنا كلاعب ممكن أخش عمل تاكلينج وأقصد والسنة اللي فاتت الدوري الإنجليزي ربطة الدوري الإنجليزي حققت مع لعب من أرسن طبعا رفضت الفصحة من اسمو لإنهم اكتشفوا أو جالهم إبلاغ إنو أخد كارت أصفر متعمد لإن كان فيه رهان عليه إنو واخد كارت أصفر أول لعب هنمسكها زيدي أنا الخضري حكالي واقع مع صديق ولو في كندا حكالي ومعايا على الموبايل أبعتها الوليد حتى إبعتها للبر اللي تذكر في الإعداد يطلع يعني عمل التجربة عمل التجربة ورح دخل راهن رح كندا 20 دولار في كندا عايش في كندا في شركة رح المقر تحهم أيوة دخل اللي قال لك 20 دولار أنا ريح هاخد مثلا 20 دولار كندا آآ ماتش الزمالك ومسلا وطلع الجيش أقول الزمالك هيكسب دخل عايش التجربة هو بنفسه تجربة كاملة جوه الشركة التجربة كاملة تجربة كاملة وبعدين وكسب كسب بقول لك كسب عشر مية ومية وكام دولار آآ كسب عادي كسب عادي خلص خلص لا وفي القسم التاني في القسم التاني لا هي الخطورة يعني فيها حاجتين الخطورة ان هي حرام خطورة اللاعب ما انت بقولت لي الراجل ده مرضيش ياخد الفلوس طبعا هو عمل التجربة بعتها للخضري فيديو عشان يسجلها آآ وتبقى وطعا معايشة الخطورة الخطورة ان هي حرام وبرضو انا بختلف مواليد ان ما فيش ديل لا انا بشك انه يبقى فيه ديل انا بقى عكسك انا بشك انه يبقى فيه ديل معمين معمليش دعوة لكن انت دي ان انت دلوقت ان انت بتاخد الاندية المصرية وجده للدور المصري وده ده ازا معلن ازا الجدوى المعلن يا خضر ازا الجدوى المعلن الناس دي هناك الناس دي هناك لنا مع يعني يا ازاك ممكن يبقى فيه حد متورد ليه لا مواصل الناس دي بتتعامل بشفافية واديني حقك وادينيك حق وكلام ده شغل بروفيشنال مش زي عندنا اخد حقوق الناس بيتعاملوا من دي حقوق فان انت يخش اصلا مين هيجرق يدي له ايانا ازما كمان ان مش 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 شركات تحت السلم بس السوق هل بس شركات كبيرة ومعطرة تحقيقها لا اركز نعدي لا اركز نعدي لا اركز نعدي الازمة الازمة ان الدور المصري هو فيه طبعا 30 الف مكتب او شركة مرهنة في العالم لكن الدور المصري ما بينزلش بس على الشركات اللي غير معروفة اللي تحت السلم الدور المصري بينزل الرهنة عليه على اكبر شركات المرهنة في العالم اللي هي المفترب بتشتغل وفقا لسيستم وممكن تقاضيها يمكن يكون لها مكاتب هنا سرية حتى لو ملهاش مكاتب بيكون لها مندوبين واذا فعلا الاتحاد المصري او ربطة الاندية المصرية عايزة تخسل ايديها من اللي بيحصل ده لازم يكون لها موقف ضد هذي الشركات لاتحاد الكرة رسمي نتمنى اجيب القصة دي وافتح الموضوع وافتح الموضوع ده والربطة تلقى لك موقف قبل كده قفلتي في حاجة كده ده كان ايام شوت كان في شوت كان ليه قضية في القصة دي زمين اطرق طب انت ايه رأيك في القصة دي بيح اي واحدة فيه ولا بعد الموقف بتاع زمان تحررت انا انا الافادة نق طناعت انه خلاص الرهن ده الدكتور رايد قالك امر مرفوض وبلاش منه لا على فكرة وقت ما عملت القضية دي كانت في 2008 لا انا بحكى على الرهن دلوقت لا لا في 2008 عارفت انك عملت ايه اول حاجة عملتها الاول قبل ما اخد القضية بلاش لا بتكلم بجلب خلت بيوت ناس كتيرا في وقتها بلاش لا معلش معلش تعالت من اول حاجة عملتها ايه جبت فتوى رسمي من دار يعني رحت اه اه احمد تروح تدار الافتة وجبت فتوى رسمي هل ده حلال او الحرام قبل ما خدت القضية دي مهنيا يعني جبت فتوى رسمي او كان فيه مكان في الشارع كمان او في عنديا وبتاع كان موجود وجبت فتوى رسمي ده حرام وبنانا عليت انا خدت القضية بتاعت وقتها والحقيقة قفلت ناس كتيرا دعت عليك وقتها